نص قانون القومية اليهودية لنص عليه الكنيسة الاسرائيلي تسعتاشر سبعة الفين وطمانتاشر نص القانون أرض بيقول كده هم بيقولوا كده بيقول أرض اسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي وفيها قامت دولة ما يسمى اسرائيل دولة ما يسمى اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي فيها يقوم بممارسة حق الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي اللي بتكلمه عن المساواة وعن حول إنسان وعن العدل تفضلوا على القوانين العنصرية اللي بتطلعنا لمليون سنوار اسم دولة إسرائيل علم الدولة أبيض وعليه خطان أزرقان وفي وسطه نجم الدوود زرقاء شعار الدولة والشمعدان السباء السباعي وعلى جنبيه غصنة زيتون وكلمة إسرائيل تحته النشيد الوطني للدولة هو نشيد هاتكفا ده القانون قانونكم ظالم جائر ولا يلزمنا ولا يلزمنا ولا لي ولاية على أرض فلسطين العربية من شطها إلى نهرها بيقولك يا سيدي تفاصيل رموز الدولة تحدد في القانون عاصمة الدولة القدس الكاملة والمؤحدة هي عاصمة إسرائيل اللغة العبرية هي لغة الدولة تهتم الدولة بالمحافظة على أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها الذي تواجههم مشاكل بسبب بسبب كونهم يهود أو مواطنين في الدولة إذن بتتكلم عن دولة عنصرية ونظام عنصري نظام الأبرتايد بيرجع مرة تانية إلى كل العالم الحر لو كان فيكم حد حر لو فيكم مؤمنين بحقو الإنسان ده قانون ضد حول الإنسان وضد الإنسانية بيقول كمان تعمل الدولة في الشتات للمحافظة على العلاقات بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي لدى يهود الشباب تعتبر الدولة تطوير السيطان يهودي قيمة قومية وتعمل لأجل تشجيعه ودعم أقامته وتثبيته هراء كلام هراء ليس أكثر من كلام هراء بيقول لك يا سيد التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة وإلى جانبه يكون التقويم الميلادي تقيما رسميا يوم الاستقلال هو العيد القومي الرسمي لدولتهم يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا في معارك إسرائيل ويوم ذكرى الكارثة والبطولة هما يوم الذكرى الرسمية للدولة أي تغرير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة